موسيقى لآن أعطاه لأخ رافي موسيقى إن دبار عيلت إن دبار عني راتسوني تشون أمرتي لآتميت سياهو تصار إن شون كتس دافير لما عطلو قيحيتها حالفا موسيقى أنا قلت أتماشى حوالي البيت يعني جايز دي ساعدني إن أنا نام يعني أعطاه لإخلي همير بيت عبيد متكسفتش اللانه هرافين اللانش اللي بيودي عالمارك بتلع خلاص يعني حروح أرد البحر إزاي؟ بسيخية؟ عوم يعني؟ رافي بأمر اكتوق بالبيت أنا مش بسجونة يارد ولا متحدد هيقابتي هاخرك زي ما أنا عايز ومحدش يقدر يمنعني أنا عفرتي تشير في تيما بايت وأنا قلتلك هاخرك دياني هاخرك رافي تحكي تحكي رافي موسيقى عائلتي رافي موسيقى أنا عمرتي تحكي رافي موسيقى موسيقى رفي أصدق كده لحمر عود بام. ببقشة يوسي داسي ما شهو. أنيلي يودعت لأين هو هلخ لحمر. موسيقى دمال بي. يا خير. إيه اللي مصحيك لغا دلوقتي؟ من يمتيش ليه؟ ألا هين شوية أنا جيبي. اسمح لدرد شمعك شوية؟ آه آه آه. تقدر. 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 إيه دي أنا جيبي؟ لا ده. قصة أنا الساعات أحب أقعد أستلم مع نفسي كده. يعني زي ما تقول شوية تفاريح كده. هههههههههههه أحضرتك مستني حدي أنا جبي لك. لا 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 لا. أنا كنت أدخن أنام حدي. بفضل. بفضل. أنا آسف إن جيت لك في الوقت المتأخر ل. ده أعم لا. ما بيش فائح. السنة أعوز أتكلم. ومفيش حد ممكن اتكلم معه هنا غيرك تسمع كلامي انا حديك حبايا منوم تاخدها وتنام وتصحى الصفل احنا اتكلم انا وانتو احنا فايقين وراقيقين انا من موليد 23 يوليو 1959 يعني ايه بعد كم يوم حكمل 50 سنة اه دا احنا عرفناه كل سنة انت طيب والدي كان في الجيش الزابط في الجيش المصري ولما جيت يوم 23 يوليو سموني جمال عبد الناصر اسمه مركب يعني اسم حضرتك لوحده جمال عبد الناصر اه هو اكوني الولادي اسمه محمد ناجيب كنا عايشين في السويس في بورتا وفيق فجأة انا لسه عندي سبع سنين لقيت القنابل والدنات نازلة زي المطر فوق الناس والبيوت عملا تقتل وتدمر وتخرب في اماكن عيشت فيها اجمل ايام طفولتي ولسه انا طفل صغير اول مرة سبعت فيها كلمة التهجير سبنا بيوتنا جراننا وصحابنا وحبايبنا وهجيرنا على مصر وعرفت ان السبب ورا الخراب والدمار والشحتاطة دي كلها عدو سافل غاشم اسمه العدو الصهيون وكريهة الصهينة كره العمى ربنا يحرقهم بجاز يا شيخ انت مش هتنام بقى جامل بي في 73 ابويا كان بيحارب في السويس في الحصار وعبارنا وانتصرنا ورجعنا كرامتنا وارضنا لا طبعا لحنا دي نوم بالجازم على قفاهم انت مش هتنام؟ ابويا الله يرحمه استشهد في الحرب يا اخي حتى لانتصر كان كله مرارة وحزنة على ابويا اللي راح وكريهة الصهينة بعد كده اكتر واكتر جمال بيو احنا حنحكي التاريخ الصراعي العرب الاسرائيلي في الاواحدة ما تيجي النام والصبح نبقى نكمل الموضوع عن الرواءة يعني يلا انا اللي قلقني انا جب ايه ازاي انا هنا وازاي انت هنا وازاي انا نايم في مكان ساكن فوقي واحد اسرائيلي وتحتي واحد اسرائيلي ما تنساش ان انت ساكن قدام واحد مصري برضا اه جمال بيه احنا جاي من قد واجبنا مصري هي اللي جايباني احنا مش جاي من نفسينا ولا كنا عايزين نيجي بص الحقيقة عاملة زي ما تشكورة القدش قالك تلعب باك تلعب باك ما ينفعش كل واحد يلعب على قدي تفكيره وعلى مزاجه دي ادوار في الحياة مكتوب علينا ان نلعبها فينتيني فينتك نجيبي انا حاسس باللي بواك بس الايام حتى خليك تعرف لنا بقولو الزحة يلا بينا تلعب باك المتجيبي انت لحد جاي لك ناجي بيه لا ده نازل ايه اللي كده عاشي الموضوع يعني تتسرقالين ولا ايه هم اللي بيين انت نازل اللي احنا في تلقبيب انت بسمح لهم يخشوا بيتك كمان الموضوع ده هتحسي مشو على الباب هنا رح نام وبقر الصبح هنكمل الموضوع ده اشتركوا في القناة ترافوا الرجل ده بيته لما تحرق قد المطافي غنب رضوا عليه قالوا ملحقوني بيت بيت حارق رضوا عليه مدير المطافي قالوا انت فتحت عليها ليه ايه برضو مش هتلعب معانا انا جي به لا يا ابن عمي انا قلب ضعيف لو خسرت بولة اروح فيها ممكن تكسب لا 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 اكسب مين لا 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 انا اتفرق بس افرع للكسبان وازع للخسران ما انت بتاخد على المية عشرة شوف السمسار بيقول ايه بصصلي في لقمة العيش ما انت عايش على كده وانت بتحت ايه يا رافي خسرت برضو اه بالك مدة بتخسر مالش يا جماعة انا اسف انا واضح ان انا بكاد تركيزي تماما اه 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 واخنت التاريخ خليها فاضية انا حملها اوكي خنت المبلغ اكتبو خمسة الاف وخمسمائل اه ده باركينج دي احتبقى فلوس وفا اه اوكي بسيني اوكي اه مرسي باكو مستر ناجي مرسي باكو مرسي باكو مرسي باكو مين اللي جاي دلوقت يا مستر ناجي ده يكون جمال بيه مع العلم هو ايل انو حينام ده الظابط بتاع الشباك اللي كنت وقف معاه صواب حرافي اليود كرمي قلت صواب حرافي يوسح كرمي باللي يجابونت تتعرفه فوهي اللي لا عمر أتكلمك هكذا 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 hết هكذا هكذا نعم أنا الرائد يوسي كرمي من الشباك خير رافد فيتوفيتش عندك أيها عندي في حاجة؟ تسمحها أدخل بصفتك إيه؟ بصفتي صديق مش أكتر هو رافي قريبي وكنت عايزه في مسألة شخصية أنا بيك تكلمه في التليفون تروح له البيت إنما تطبع لأيك كده من غير إيحم ولو تصور لا أنا راجل دبلوماسي وأنا حوصل لأنت عملته ده الفوق وحكبر الموضوع ده ومش حسكت عليه أرجوك إهدأي هناك بيه أنا مش عايز رافي بس أنا عايزك إنت كمان عايزني فيه إن شاء الله عندي بعض الاستفسارات البسيطة استفسارات؟ أنا أقي استفسارات تتوجيلي عن طريقة الخارجية المصرية هي بس اللي تخطيبني بش أنتوا كده برضو الصح والناس مفيش حاجة جمال بيه ليبلاؤوا بتتحدف علينا ده جمال عبد الناصر المستشار الإعلامي في السفارة المصرية هو ده اللي حيفضحكو يجرسكو في العالم كله ترجمة نانسي قنقر